موسيقى مشاهدي لوسيتان فويني ما كنتم أهلان ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عين على البطولة واللي من خلالها غنتكلموا عن نتائج البطولة الاحترافية والجولة 21 وكنتكلم الآن بفريق الجيش ملاكي فوز مهم على اتحاد توارقا ثلاثة السفر فوز خلال فريق الجيش ملاكي أنه يرجع للصدارة في انتظار المباراة المؤجلة أمام النهضة البركانية لمشارك في المسابقات القارية واللي بالمناسبة ضمن أنه يمر لدور الموالي من دور من كأس الكون فيدرالي الفريقة لكرة القادم طبيعي جدا أن فريق الجيش ملاكي من بعد هذا الفوز فقلت أنه مازال عنده الفرصة أنه يوسع الفريق إلى أربع نقاط في حال غير يفوز على النهضة البركانية خاصة النهضة الرياضي واللي كان في الصدارة فضيع جوجل للنقاط وذلك بعدما تعادل في المباراة الأخيرة أمام المغرب التيطواني بواحد لواحد مباراة شهدت مجموعة من الأحداث من بينها الحكام والتحكيم وخاصة اللقطة الفار للخطبان بأنه اللاعب دي المغرب التيطواني لم يكن متسلل ودمش رأيي أنا بل رأيي أهل الاختصاص هنا كانت تكلم على الحكام إضافة إلى ذلك للأسف فالصورة اللي كانت في الملعب وخاصة ما بين الجماهر دي الراجة والجماهر دي التطوان كانت راقية جدا ولكن الصور اللي كانت خارج الملعب فللأسف صورة أساءت بشكل كبير للكورة المغربية ولعدد من الجماهر المحسوبة على جماهر فريق رجا ريدي لدرت الصور كما قلت موسئة لكورة القدم محلل لمقبلة تنظيم تظاهرات كبرى دائما بخصوص البطولة الاحترافية كنقول بأنه صراع متواصل ما بين فريقي الرجا والجيش الملكي على مستوى الصدارة وخاصة عن المباريات القادمة ما تكون سهلة كيف قلت أنه فريق الجيش الملكي فنتنتظره مباراة مؤجلة أمام نادة البركانية فيما فريق رجا الريدي فغادي لعب المباراة دي القادمة أمام أولابيك آسافي ودولغي خليت شويق متواصل على مستوى الصدارة وخاء أنه بكل صدق فريق الجيش الملكي عنده كل مقويمات دي الفريق البطل خاصة المدري بنصر الدين نبي فكيعرف دائما يوظف اللاعبين في الوقت الصح فالمباراة الأخيرة أمام تحاد تورغا ففريق الجيش الملكي كان أنه يعيش وضع صعب في الجولة الأولى ولكن ما تخلى عيب زحزح فبدل بزافت الأمور على مستوى خط الوسط وتمكن أنه يسجل أهداف المباراة على العموم تشويق مازال متواصل في البطولة الاحترافية في انتظار إن شاء الله أنه يزداد من اللي غتجي مباريات أخرى أكثر قوة في البطولة وغتخلينا أننا نستمتعه لأنه الغاية والطموح من أننا نشوف وتشويق وأن الجماهر تستمتع بكرة القدم وفي الأول والأخير نخليها في مجالها الرياضي لأنه كرة القدم معروفة فيها ثلاثة دي الأشياء يعيما تنتصر تعادل أو تنازم وفي الأخير كيف قلت هي واحد الفضاء اللي فيه كنمشي وكنتفرجو وكنستمتعوه وكل واحد يمشي لداروه بأمن وآمان وهذا هو الغاية وهذا هو المطمح من كرة القدم بعيدا عن التعاصر